العبادة منزلتها رفيعة وعالية لم يبدأ الله تعالى في خطاب الناس بشيء غير هذا الأمر العظيم الذي به صلاح معاشهم وصلاح معادهم العبادة تصلح بها الدنيا وتصلح بها الآخرة ولذلك لا يستغني الإنسان مهما أوتي من القدرات وتمكن من الملكات التي يتنعم فيها بما يتنعم فيها من الملذات الدنيوية لا يمكن أن يحقق سعادة ولا صلاح لمعاشه ولا صلاح لدنياه إلا بأن يكون له عبادة عبادة الله عز وجل لابد له من عبادة الله عز وجل لأن ذلك هو الغاية والمقصود من الخلق قال الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَاءِ لَنْ يَعْبُدُونَ ومعلوم أن أي اشتغال عن هذا المقصود هو تعطيل للحياة للحياة